ملاحظة لا بد أن أشير إليها من أن الحالة الشيصبانية هذه في المذهب الطوسي عوام الشيعة منها براء هذه مشكلة أصحاب العمائم ربما بعض عوام الشيعة ممن هو قريب من أصحاب العمائم يتنجس بهذه النجاسة قطعا الذي يكون قريبا من النجاسة وملازما لها سيتنجس بها النجاسة عند أصحاب العمائم هؤلاء نجاسة شيصبانية عباسية قذرة الذي يقترب من هذه النجاسة سيتنجس بها هذا شيء طبيعي وشبيه الشيء منجذب إليه فبعض العوام يلامسون ويقاربون أصحاب العمائم فتقع النجاسة عليهم لأنهم يلتصقون بعين النجاسة عين النجاسة هؤلاء المعممون السفلة إنني أتحدث عن نجاسة معنوية أما عوام الشيعة فلا علاقة لهم بكل هذا الخراء الحوزوي وبكل هذه النجاسة أطوسية فكلامي عن شيصبانية وقذارة المذهب الطوسي مركز بالدرجة الأولى على أصحاب العمائم أعود إلى رفع القلم فيما يرتبط بمضمونه الخاص الذي تحدثت عنه رواية الإمام الهادي وما أشارت إلى هذا المضمون من نصوص ما بين الآيات والروايات المستوى الأول من رفع القلم في الدنيا مثل ما قلت لكم رفع القلم عنوان لبرنامج علاقة إمام زماننا بنا وعلاقتنا به صلوات الله عليه لا كما يقول هؤلاء السفلة رفع القلم مضمون بيعة الغدير الثاني المستوى الأول من رفع القلم في حياتنا الدنيوية في هذه الحياة التي نحن نحياها في هذه اللحظة وغيرها وليس في يوم من الأيام من السنة أو في سنة من سنية أعمارنا رفع القلم هذا القانون موجود في كل لحظة معنا لأنه يمثل مضمون برنامج إمام زماننا في علاقته بنا وعلاقتنا به القرآن يحدثنا عن سرعة الحساب وسرعة العقاب هناك حساب سريع في هذه الحياة وهناك عقاب سريع في هذه الحياة أقرأ عليكم من الكتاب الكريم في سورة البقرة من الآية المئتين وإلى الآية الثانية بعد المئتين بعد البسملة مما جاء في الآية المئتين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خلاق نصيب حظ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا ثم ماذا تقول الآية والله سريع الحساب سريع الحساب للمجموعة الأولى وللمجموعة الثانية هناك حساب سريع في هذه الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وهذا مصداق من مصاديق سرعة الحساب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا هذا مصداق من مصاديق سرعة الحساب والله سريع الحساب إذا ذهبنا إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هذا القانون واضح والإسلام هو دين كل الأنبياء دين اليهود هو دين الإسلام ودين النصارى هو دين الإسلام أتحدث عن دين اليهود الذي جاء به موسى وعن دين النصارى الذي جاء به عيسى بحسب عقيدتنا اليهود أحرار فيما يعتقدون والنصارى أحرار فيما يعتقدون نحن نتحدث بحسب عقيدتنا إن الدين عند الله الإسلام هناك دين واحد هذا الدين موجود قبل أبينا آدم هو دين الملائكة هو دين الملأ الأعلى وتجلى في الأرض على يد أبينا آدم وهو دين كل الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سرعة الحساب باتجاه الصالحين وباتجاه الطالحين الآية واضحة إن الدين عند الله الإسلام هذا هو قانون الدين قانون الإسلام سرعة الحساب في هذا العالم الدنيوي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب في الآية التاسعة والتسعين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران نفسها وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب في الدنيا بعد هذه الآية تأتي الآية المهمة جدا وهي الأهم في برنامجنا العملي إنها الآية المئتان بعد البسملة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا على دينكم على الفرائض والطاعات على ما تؤمرون به وما تنهون عنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا فإننا مأمورون منهيون علينا أن نصبر على ما أمرنا به وما نهينا عنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا عدوكم ورابطوا ورابطوا إمامكم رابطوا الحجة بن الحسن واتقوا الله لعلكم تفلحون كل هذا يجري ضمن القانون إن الله سريع الحساب هذه الآيات تحدثنا عن سرعة الحساب نماذج من الآيات سرعة العقاب إنها الآية الخامسة والستون بعد البسملة من سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض هذا هو برنامج الحياة في الدنيا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب بحسب هذا البرنامج وإنه لغفور رحيم في الوقت نفسه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الآيات التي تحدثت عن سرعة الحساب لم تلحق بما ألحقت به هذه الآية وإنه لغفور رحيم وجاءت الآية مؤكدة وإنه إن المشدد للتأكيد لغفور هذه لام التوكيد لام الابتداء وهي تعطي معنى التوكيد وإنه لغفور رحيم هذه اللام التوكيدية والتي قد تأتي بنحو الابتداء الحقيقي في أول الكلام أو بنحو الابتداء العرفي في بداية مقطع خاص غفور رحيم وإنه لغفور رحيم أقرأ الآية مرة أخرى عليكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وفي الآية السابعة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الآية في سياقي وقائعي وأحداثي وقصص بني إسرائيل في سياق قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إنهم أصحاب السبت لكن الآية جاءت في هذا السياق لأن السياق يتحدث عن مثال من أمثلة الحياة البشرية وإلا فهذا القانون يسري في كل زمان ومكان وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم هذا التكرار للمغفرة للمغفرة والرحمة تشير إلى سعة رحمته سبحانه وتعالى ولذا فإن ما يسمى بالتكليف هو في الحقيقة تشريف هو رحمة لأننا بالتكليف نضبط إيقاع الحياة الإنسانية من دونه سنضيع في العبثية البهائمية وهذا هو الفارق فيما بين الإنسان الذي يضبط ساعة حياته وفقا للزمان الإنساني والذي يسلم ساعته وفقا للزمان البهائم هناك فارق بين الزمان البهائم في حياة الإنسان وبين الزمان الإنسان في حياته فهذا التكليف الذي نكلف به هو في الحقيقة تشريف بل هو تنظيف هو تنظيف لنا وهذا التنظيف يؤدي إلى التشريف لغة يقال له تكليف وفي الحقيقة هو تنظيف وهذا التنظيف يقود إلى التشريف إنه يطهرنا إنه ينظفنا هكذا نقرأ في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة هو الذي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذا هو التكليف وهذا هو التنظيف وهذا هو التشريف هو الذي هو 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 الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تأتون أنتم تريدون أن تقطعوا مسار التشريف هذا ومسار التنظيف بقذاراتكم الطفسية السقيفية النجسة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم مضمون سرعة الحساب وسرعة العقاب في الكتاب الكريم واضح جدا لكن الناس يغفلون عنه الثقافة الدينية عند السقيفتين عند سقيفة بني ساعدة وعند سقيفة بني طوسي الثقافة الدينية بعيدة عن هذا المذاق قانون التوفيق والخذلان هو من مصاديق سرعة الحساب وسرعة العقاب من مراد من التوفيق والخذلان بشكل سريع في جانب التوفيق من جاء بالعمل الصالح فإنه سيوفق إلى عمل صالح مماثل وربما يكون أفضل منه وبمرات ومرات أو أنه يوفق ليمنع من ارتكاب عمل طالح هذا في دائرة التوفيق في دائرة الخذلان من جاء بعمل طالح فإما أن يرتكب عملا طالحا مثله أو أسوأ منه بمرات ومرات أو أنه يمنع من أن يقوم بعمل صالح وما بين هذا وهذا هناك الكثير من المراتب والدرجات هذا القانون قانون التوفيق والقذلان مصداق من مصادق قانون سرعة الحساب وقانون سرعة العقاب قرأت عليكم هذه الرواية في حلقة يوم أمس من الجزء الخامس من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان نقل الرواية عن محاسن البرقي في الصفحة الحادية بعد الثلاثمائة إنه الحديث السادس بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر عذره الله بالضبط مثلما قرأت عليكم قبل قليل مما جاء في الآية الخامسة من بعد البسملة من سورة الأحزاب مر الكلام لا أريد أن أعيده لضيق الوقت الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر عذره الله كل هذا يجري ضمن دائرة إمامة إمام زماننا أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة الباب الذي عنوانه أن الأرض لا تخلو من حجة الحديث الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام وجه الله سبحانه وتعالى حين أخبر الملائكة عن برنامجه لهذا العالم من أنه جاعل في الأرض خليفة جاعل في الأرض خليفة إنه خليفة مستخلف عن الله فهل أنا خليفة مستخلف عن الله هل فيكم من أحد فيما بينه وبين نفسه يرى أنه خليفة مستخلف من الله والله لا يوجد أحد من الناس يشعر بهذا الإمام المعصوم فقط يشعر بهذا لأنه هو خليفة فقط وإلا حتى الذين قيل لهم خلفاء وقيل لهم سلاطين وقيل لهم ملوك وقيل لهم أباطرة وضحكوا على الناس وقالوا نحن ظل الله في الأرض وقالوا ما قالوا ودعوا الربوبية وشرعوا للناس الأديان وفعلوا ما فعلوا هؤلاء فيما بينهم وبين أنفسهم لا يشعرون بالذي يدعونه لأنهم كذبوا الذي يشعر أنه خليفة مستخلف عن الله هو الإمام المعصوم لماذا؟ لأن الله يتواصل معه بشكل مباشر هذه هي الحقيقة فإن الله يتواصل بشكل مباشر مع خليفتي الآيات واضحة ولذا فإنني لا أصرف وقتا في مناقشة أتباع سقيفة بني ساعد لأن القضية واضحة واضحة جدا هناك برنامج لله على الأرض فإن الله جعل خليفة من وهذا الخليفة أنا فيما بيني وبين نفسي لا أشعر بهذا وأنتم كذلك وأبو بكر وعمر لا يشعرون بهذا وخلفاء بني أمية لا يشعرون بهذا وسائر الحكام والسلاطين لا يشعرون بهذا لو شعروا بهذا لظهرت منهم كلمة تدل على هذا ما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين يظهر على فلتات اللسان ولكن عودوا إلى آل محمد فإنهم يلهجون بهذا في ليلهم ونهارهم ونحن نلهج به حينما نقرأ زياراتهم لأنهم خلفاء الله حقيقة حقيقة الله يتواصل معهم وهم يتواصلون مع الله القضية واضحة واضحة لكن الإنسان حينما يريد أن يضحك على نفسه أو أن يسمح للأخرين أن يضحك عليه من شياطين الإنس أو من شياطين الجن هو حر هو حر ولكنه سيعرف الحقيقة حينما يغادر هذا التراب ولا تعين من دم إسحاق بن عمر يحدثنا عن الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم في دائرة إمامته هذا هو رفع القلم رفع القلم عن الشيعة هو هذا هذا المستوى الأول في الدنيا هنا يرفع النقص هنا ترفع المسؤولية عنه فالإمام يكمل النقص وهذا هو مضمون بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم هو هذا مضمون بيعة الغدير في الغدير العلوي الأول وفي الغدير المهدوي الثاني الغدير العلوي الأول لا قيمة له من دون الغدير المهدوي الثاني ولذا نحن ملزمون بالغديرين كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتنبه لهم ما بين زيادة ونقيصة هنا يرفع القلم عنا بحكم علاقتنا بإمام زماننا ولذا قلت لكم من أن الآية في سورة الأحزاب تكون مقيدة في دائرة برنامج إمامة إمام زماننا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول نفسه في صفحة الخامسة والعشرين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس بسنده بسند الكلين عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقي هؤلاء لم يكن القلم مرفوعا عنهم لأنهم لم يعملوا وفقا لما يريد الله برنامجهم إبليسي إبليس أراد أن يسجد إلى الله ولكن من دون أن يجعل آدم قبلة وأن يسجد باتجاه آدم فسجود إبليس هو عمل خير لكن الله رفضه وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد ولا أريد أن أعبد من حيث تريد أنت فأخرجه وطرده ولعنه إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقيه بالضبط إنه دين إبليس فإبليس أراد أن يسجد لله سجدة ما سجدها ساجد قبله من الذين سجدوا لآدم إلا أن الله رفض ذلك وطرده ولعنه وأخرجه من دائرته لأن إبليس أراد أن يعبد الله من حيث هو يريد الأمة هكذا فعلت هكذا يقولون من أنهم في سقيفة بني ساعدة هم خططوا للأمة كما يريدون وقالوا من أن علي لازال صغيرا ومن أنه قتال العرب فإن قبائل العرب لا تريده وقالوا وقالوا فخططوا للأمة كما هم يريدون لكن الله لا يريد هذا فإن الله في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وضع وضع برنامجه الذي يريده وهو واضح صريح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد النبوة القرآن وكل ما في القرآن من أسرار الدين يساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس في كتبهم في كتب السقيفة بني ساعدة هكذا يروون عن ابن مسعود من أنه كان يقرأ الآية هكذا يضعفون الروايات ماذا تتوقعون منه هل يصححون هذه الروايات لكنها موجودة في كتبه في كتبه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في علي وبأنه مولى المؤمنين ابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية وفي كتبه يضعفون الرواية لا نبالي بتضعيفهم نحن لا نريد أن نحاججه إنما أريد أن أقول لشبابنا حقنا واضح واضح حقيقة دين العترة واضحة واضحة حتى في كتب أعداء العترة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بعد بيعة الغدير هذا قبل بيعة الغدير بعد بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم اليوم بعد بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة هذا الذي مر علينا قبل قليل إن الدين عند الله الإسلام في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هو هذا هذا هو الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الكاف الشريف إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله ما طبقت برنامج الله مثل ما فعل إبليس هذه ديانة إبليس والأمر هو هو ينعكس على سقيفة بني طوسي في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة في ذلك الوقت صاحب الأمر يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة عن أكثر زعماء الشيعة عن أكثر علماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولذا عقبوا عقبوا بالضلال مراجع الشيعة كما يصفهم إمامنا الصادق في الرواية التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف رواية التقليد المعروفة من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فهم ضالون مضلون وكانوا أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه كلمات إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما هذه المضامين لا يبينونها لكم يخفونها يضيعونها مثلما ضيعوا الدين كله أنني أتحدث عن المراجع الطوسيين السفهاء الذين يقال لهم من أنهم نواب صاحب الزمان ووالله صاحب الزمان لا يعرفهم وهو بريء منهم هؤلاء نواب الشيطان هؤلاء نواب الشيصبان شيصبانيون بامتياز 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 إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة زادت نقصت نحن بشر نحن بشر نحن بشر الخطأ عندنا أكثر من الصواب هكذا خلقنا نحن دنيويون نحن أبناء الدنيا وأبناء الدنيا غاطسون في أخطائهم غاطسون في اشتباهاتهم غاطسون في جهلهم هذه هي الدنيا وهذه خصائصها لكننا حينما نتوجه إلى الجهة التي نصبها الله خليفة عنه الأمر هو هو الذي جرى في سجود الملائكة لأبينا آدم وفي رفض إبليس أن يسجد لأبينا آدم وأراد أن يقترح سجودا من عنده فإبليس طرد لأنه خالف البرنامج والملائكة قربوا لأنهم طبقوا البرنامج وساروا في البرنامج بحسب ما يريد الله مع أنهم في بداية الأمر اعترضوا لا أريد أن أعود إلى قصة الملائكة وإبليس فهذا باب إذا ما ولجت فيه فإن الحديث سيتفرع ويتشعب وأنا لا أملك وقتا كافيا لذلك أعتقد أن صورة صارت واضحة فيما يرتبط بمعنى رفع القلم في المستوى الأول وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة رفع القلم هنا عن الأمة التي سارت في برنامج إمام من الله الذي هو وجه الله وخليفة الله رفع القلم عنهم لهذا السبب ضمن دائرة أن الإمام المعصوم يكمل النقص ويحذف الزيادات على جميع المستويات فإن الأمة هنا فإن الشيعة هنا لم يوضعوا القلم عليهم مثل ما وضع على مخالفي العترة الطاهرة مخالفو العترة الطاهرة إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله هنا يجري قانون القلم الموضوع عليهم ولكن في المجموعة الثانية التي دانت ببرنامج الله ببرنامج إمامها وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت التزمت بالبرنامج لكنها تحسن وتسيء وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة ما نحن ظالمون ومسيئون في جميع أحوالنا حتى ونحن نؤدي الصلاة لأننا لا نأتي بها على الصورة المطلوبة نحن ظالمون مسيئون حتى حينما نؤدي أعمال الخير هذه قضية نسبية هذا هو المراد من رفع القلم قلت لكم رفع القلم هو مصطلح يشير إلى برنامج علاقتنا بإمام زماننا وعلاقته بنا صلوات الله وسلامه عليه إنها بيعة الغدير الثاني فحينما نلتزم ببرنامجه بحدود ما نتمكن بحدود ما نستطيع فإن نقصنا سيكمل فهذا النقص لن نحاسب عليه القلم مرفوع هنا لكما يقول هؤلاء السفهاء العبثيون السفلة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر